اللهم صلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحاب وأجمعين إزايكم حبايب قلب أخباركم وعملين إيه يا رب كلكم اكونوا بخير النهاردة بإذن الله هنشوف بيض البط البشاري اللي أول مرة يبيض ماشو الله اللهم يبارك طبعاً اتذكروا النتاية دول يا جماعة دولة طبعاً من دورة البط الخليط المسكوف اللي احنا ربيناها معاكم على القناة الدورة دي كانت جميلة جداً اللي كانت بتاكل بواء العيش عاوز أقول لكم النهاردة أول يوم النهاردة بطتين يبشروا عندي بالبيض هنشوف حجم البيض عامل إزاي ماشو الله طبعاً اتذكر والنتاية من الرأد الطبيعي الرباني يعني طالع عندي رأد طبيعي ماشو الله اللهم بارك دي دورة البط اللي احنا أكلناها معاكم على القناة العيش والعلف والعيش المبلول طبعاً زي حضراتكم شايفين ودورتها كلها كانت معاكم على القناة ماشو الله اللهم بارك تعالوا نصلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام علشان كمان النهاردة هنفحص بيض البط اللي كمان رأد من 8 أيام تقريباً أو 9 أيام بكتير هنشوف النهاردة ماشو الله اللهم بارك البيض يا طرى فيه نسبة تخصيب عالية ولا مفيش لإني كان فيه حد كان دخل قلي مدعودش تهري وتتكلمي كتير علشان البيض مش هيطلع كله مخصب ونسبة التخصيب مش هتطلع 100% أنا بقول لحضرتك النهاردة تعالى تفرج على الفيديو علشان نشوف نسبة التخصيب اللي 100% علشان أنا ببتكلمش كلامه على الفادي هنشوف مع بعض النهاردة إن شاء الله نسبة التخصيب في البيض عامل إزاي ما شاء الله ليه علشان إحنا حطينا أربع نوتي مع أربع نوتي مع الدكر وهنشوف نسبة التخصيب علشان كان فيه ناس بتتحدى الموضوع ده جدا تقول لي ما ينفعش إن احنا نحط أربع نوتي أو خمس نوتي أنا عاوز أقول لكم أنا ما كنتش حتى أربع نوتي أنا كنت حتى تمن نوتي مع بعض مع الدكر واحد يعني أنا عشان ما شاء الله أنا فيه عندي نسبة نوتي كتير جدا هنا ديت هيا ما شاء الله اللهم بارك زي ما أنتو شايفين ديت البيض البشار يا جماعة طبعا ما شاء الله تعالوا كلا مع بعض نشوفوا البيض بتاع البط اللي هو العادي اللي هو بيتعود الأمهات بتاعتنا اللي ببيض وبين البيضة البشار شايفين عاملة إزاي بتبقى حجمها زغير جدا لسه كده ما شاء الله خلاص وبتبقى لسه طبعا بتبقى أول بداية العنقود بتاحها ما شاء الله اللهم بارك عاوز أقول لكم البطة وهي بالبيضة البيضة دي تبهدلت تبهدلت بمعنى تبهدلت هتشوفوا معاها حصل البطة اللي باضيت أنا عاوز أقول لكم إن هما بطتين ما شاء الله بدأوا إن هما يبشروا دي أول واحدة أهيت دي أول واحدة كانت معايا ببيض شايفين هنا طبعا علشان ها أول مرة ببيض البيضة قبل ما تخرج شايفين حصل معاها إيه طبعا الفتحة المجمع بتاعتها طبعا مطرح ما كانت بتنظر البيضة التهبت جدا كده وجابت دم فطبعا يعني أنا عليك تاح حطت لهم ورها مضادة حي وحبت حاجات كده طبعا علشان خاطر يعني المكان ده اللي هو يلم ويرجع تاني مكانه علشان طبعا ما يبدأش يحصل البطة يبدأ إنه هو يعضها أو يحصل أي مشاكل عندي تمام؟ هنا زي ما انتو شايفين طبعا دي البطة اللي رأدت علي بقى مع بعض عشان نفحص البيض بالتاح بس عايز أقولك لو أنت أول مرة تشوفي القناة يا ري تنزي تشترك فيها وتفعل الجرس عليك كل وما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك للقناة ويكون جزاك الله كل خير حطوا لايكات كتيرة جدا 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 وأيو سألف بخصوص رأد البطة اكتبوا لي في التعليق وأنا هرد عليكم على طول تمام؟ أنا برد عليك يا جماعة بعد ما الفيديو بينزل بساعة تمام؟ إن شاء الله هرد عليكم في التعليقات هنا طبعا البطة زي ما انتو شايفين إن شاء الله دي طبعا من علامات رياض البطة البطة تلاقي هناك تتريش كده حوالين البيض بتاحها وتبدأ إن هي تبدأ بقى إن هي ترود عاوز أقول لكم النهاردة يعني أنا شايفة البيض بصراحة يعني ديت مش أول مرة إن أنا أفحص البيض بتاحها أنا شفت البيض بتاحها من خمس يوم أو من سادس يوم وسبته مكانه وقلت لأ أفحصه كمان كمان خمسة أيام ولا حاجة عما تكمل عشرة أيام تمام؟ فأنا النهاردة تقريبا لنهاردة اليوم التاسع أو اليوم التامن يعني كان من يومين الكلام دوت فأنا النهاردة كده قلت لأ نصور فيديو ونشوف نسبة التخصيب عاملة إزاي معانا كده النهاردة إن شاء الله وهنشوف مع بعض تخصيب البيض عاملي ازاي انا عاوز اقول لكم ان انا حطى كمية بيت كبيرة لا مشاهدة حطى كمية بيت تحتها كتيرة عاوز اقول لكم ان انا اصلا الفترة اللي جاء ان شاء الله هسيب المزرعة ريت اا وهاخد مزرعة تانية اكبر ان شاء الله علشان طبعا هنوسع شوية على نفسنا وفي نفس الوقت برضو اا عشان في دورات ان شاء الله فراغ بيضة وانا بصراحة المكان عندي هنا مفيش فيه اي مكان لدورات الفراغ البيضة فانا ااخد مكان اوسع من دا شوية بحيث ان انا اقدر ابقى واقفة مرتاحة كل حاجة من طيوري في مكانها مقفولة عليها باب كده تمام هنا طبعا زي ما انتوا شايفين انا عاوز اقول لكم ان انا حطى هنا نسبة من البيض اا من كم يوم ونسبة من اول ما البطر ادد طبعا زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وكتبوا في التعليق ونكسب حسنتين مع بعض غير كده كمان عاوزاكوا كلكوا تقولوا باسم الله ما شاء الله اللهم بارك ادعوا كده بالبركة عشان ربنا يبارك لنا جميعا في رزقنا وفي رزقكم ان شاء الله هنا زي ما انتوا شايفين طبعا ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك عاوز اقول لكم ان هنا اه اغلب البيضة مخصب مخصب اه عاوز اقول لكم ابن زياد وهو بيصور معي الفيديو دوت كان فيه بتين تقريبا انا مسكتهم في البداية ما كونوش مخصبين بس انا لسه حط بيض يعني انا حط لسه بيض تقريبا من يومين تلاتة فاقلت له لسه حط بيض من يومين تلاتة بزوب بس نسبة البيض عندي علشان ان شاء الله لما اجي اطلع من المزرعة تكون كمية البيض اللي كانت عندي خلاص اترقدت وتلعت ما يبقاش في عندي بيض لان طبعا البط اول ما هيقوم مش هستنى بقى لما البط يبيض تاني علشان البط يرقد تمام فانا مش عاوزة اي خسائر يعني بقدر الامكان ما بحبش يعني يبقى فيه نسبة خسائر حتى لو فيه يبقى فيه نسبة بسيطة يعني كده بس خلاص هنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك هنا نسبة التخصيب جميلة جدا جدا عاوز اقول لكم نسبة التخصيب اللي عندي ديمة الدكر المسكوفي الكبير والدكر الشاب الزغير وكمان البلدي هنا طبعا البطة دي لسه جديدة هزي لسه شايفينها طبعا في بيضة كمان يعني كنت حطي تقريبا طلب بيضات او اربعة بيضات زيادة فهما لسه الغاية دلوقتي لسه ما عملوش عرقنا طبعا النهاردة تالت يوم ليهم خلاص هنا طبعا نسبة التخصيب اهي بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب ويطلع على خير باذن الله دي التربية الصحيحة ان انت تربي نسبة بط كويسة ونسبة انتاج يطلع عليك اعلى تخصيب تمام ناس كتيرة جدا قالت لي ما فيش حاجة اسمها تخصيب مية في المية اللي انا بقول لحضركم في تخصيب مية في المية تمام طول ما حضرتك واخد بالك طول ما انتي متابعة البط بتاعك متابعة البطة كل يوم ببيض اتقر اه كسر ولا ما كسرش لازم انتخذي بالك من الحاجات ده عشان تطلعي اكبر نسبة اه تخصيب موجودة عندك او اكبر نسبة انتاج تطلع عندك طبعا لو حضركم تفتكروا ان انا قلتلكم من بداية خالص قلتلكم انا السنة دي ان شاء الله هزود نسبة النوتي عندي علشان اطلع لكل اخواتي على القناة اه عشان اطلع لكل اخواتي على القناة ان شاء الله نسبة رأدي كتير ان انا استألت يا جماعة على البط انت ببيع بط انت ببيع بط انا ببيع بس ما عنديش حاليا صغير انا ما عنديش حاليا صغير اللي عندي حاليا زي ما انتوا شايفين نوتي يعني عندي كمية نوتي كتيرة جدا ما شاء الله هم بارك طبعا كلها دلوقتي على وش بيدو فيه اقل من يعني اقل من ثلاث شهور او ثلاث شهور تقريبا تمام انما بط صغير يعني عمره شهرين عمره شهر ونص عمره يوم ما فيش يعني انا زي ما حضراركو شايفين انا امرأة ده يعني اكتر من بطة علشان تطلع نسبة انتاج عندي ان شاء الله وعشان كل اخوات اللي حاجزوا معي ومستنين البط بتاعهم ان شاء الله تكون الحاجة بتاعتهم موجودة ومخزلش اي حد حط سكته في زي ما قلتلكو احنا البط ده ان شاء الله هيطلع باسعار مخفضة لكل اخوات اللي نفسهم يربوا ولي نفسهم يعملوا مشاريع ولي نفسهم يربوا حاجة لولادهم تكون قويسة تكون رأد تكون حاجة مية مية ان شاء الله هتكون معي باذن الله